نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية GFH المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار أعلنت وزارة الصناعة والتجارة توقيع مذكرة التفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تجارة الرقمية تم توقيع المذكرة من قبل سعدة السيد عبد الله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة والدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بحضور عدد من كبار المسؤولين من الترفين بهذه المناسبة أكد سعدة وزير الصناعة والتجارة بأن توقيع المذكرة يأتي من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة على تعزيز التعاون البناء لدعم تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية ذات العلاقة بالتجارة الرقمية وذلك من خلال وضع الخطط الرامية لتحقيق التطوير والتطبيق السليم للمبادرات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع الواعد أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 283 من سقوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجر التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة الإصدار 42 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في الثالث عشر من شهر نوفمبر 2024 إلى الثاني عشر من شهر فبراير 2025 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 206% أعلنت مجموعة شركات إيرولام والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة أحمد أباد بجمهورية الهند عن اعتزازها بوضع حجر الأساس لمصنعها الجديد في مملكة البحرين باستثمار بقيمة 14 مليون دولار أمريكي هذه الشركة متخصصة في تصنيع المواد المستخدمة في سوق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وعزل المباني وسوف تقوم الشركة بتلبية الطلب المتزايد على حلول العازل في جميع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما وسيخلق المصنع فرص عمل محلية مع البدء في تشغيله في الربع الأخير من عام 2025 شهد معرض الصين الدولي السابع للاستيراد إبرام صفقات مبدئية بقيمة إجمالية تجاوزت 80 مليار دولار لشراء سلع وخدمات لمدة عام واحد ويشكل هذا الرقم زيادة بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي وأقيمت فعاليات معرض الصين الدولي السابع للاستيراد بمشاركة 297 شركة من الشركات الرئيدة في الصناعة بالإضافة إلى مشاركة ما يقرب من 800 مجموعة شراء عالمية